بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديث إلى الله من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم هذا النص عفون دكتور حديث فيما يروى أنا أقول جاء في الأثر أدق كلمه جاء في الأثر من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم ما المقصود به دكتور يعني الإنسان أحيانا بيكون ما في عنده سبب للقلق فيه دخل جيد وفيه مكان اجتماعي وبيته منتظم وزوجته أولاده لكن فيه تقصير بعباداته فيشعر بهم دائما لذلك قالوا الهم أحد المعالجات الإلهية للتقصير من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم يعني ما أتقن صلواته مثلا فاتته صلوات كثيرة مثلا مشغول في الدنيا ابتلاه الله بالهم فهذا الهم نوع من التأديب الإلهي فالإنسان حينما يشعر بالهم الشديد بيكون فيه تقصير بالعمل ليبحث عن السبب والبطول دائما أن نكتشف السبب وفيه نص دقيق جدا ورد بالأثر ما من عثرة واحد ماشي وقع أو اختلاج عرق الطرب سيارة مسرعة كادت أن تدهسه الطرب ولا خد شعود باسمهر أمله خط بإيده ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خد شعود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر أنا حينما أفهم هذا النص فهما دقيقا أشعر ما في عمل يمكن أن يقع على الإنسان إلا في حكم بالغة والبطولة أن أفهم الحكمة لأنني إن فهمت الحكمة ربطت بين ما جرى وبين السبب الحقيقي لهذا الذي أصابني فإذا تركت هذا الذي فعلته خطأا فسبب لي هذا الشيء الصعب أكون قد استفدت من هذه المصيبة لذلك من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر صار هو المصيبة لما الله بسوق لإنسان معالج إلهية معالج نفسية حتى يترك ذنب من الذنوب اعتبرها أي قضاء قدر الحياة الطبيعة هكذا ألغى حكمة هذه المصيبة فكرة دقيقة من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر صار هو المصيبة الأصل إذا الإنسان حينما يتعرض إلى مصيبة وابتلا أن يتوقف ويتدبر من الذي حصل لكن هنا السؤال دكتور هل يعني كل مصيبة أو هم أو هم دخلنا موضوع التالت موضوع التالت المصائب خمس أنواع مصائب تصيب الأنبياء فقط هذه مصائب كشف ينطوي على كمال مذهل هذا الكمال لا يبدو بالحال العادية بيطلع الطائف ماشي يدعوهم للإسلام يكذبونه بل ويسخرون منه بل ويغرون أبناءهم بضربه ويضرب ويسيل الدم من قدمه الشريف يأتيه ملك الجبال يقول له يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين يقول لا يا أخي اللهم اهدقوا مي إنهم لا يعلمون هذا موقف هي مصيبة إنه يطلع ماشي للطائف ويدعو الناس إلى الله يسخرون منه يكذبونه ويضربونه ويمكنه الله أن ينتقم منه يقول لا يا أخي اللهم اهدقوا مي إنهم لا يعلمون إذن مصائب الأنبياء مصائب كشف فقط كشف لحقيقة معك سيارة مية وعشرين أحصان هاي لا تبدو قيمة هالأحصنة بالطريق السهل ولا بالطريق الهابط هي تبدو بخمس ركاب وعفش كامل والطريق صاعد هكذا وماشي على المية وعشرين حجم المحرك لا يبدو بالسهل ولا بالطريق الهابط نعم نعم إذن مصيبة الأولى للأنبياء كشف والثانية للمؤمنين دفع ورفع ماشي إلى الله بسرعة بطيئة يلوح له شبح مصيبة ويصلي قيام الليل سبحان الله يقرأ القرآن يوميا بغض بصر وغض حازم فبعد مصيبة المصيبة ضعف استقامته حسن صلاته بالله يا صلى أرأى أذكره هي مصيبة دفع هلأ عنده زميل بالدائرة أقنعه بالصلاة أم صلى ليش اكتفيت بواحد تقنعه بالصلاة أقنعه اثنين ثانيات دفع ورفع دفع بيرفعله شرعته إلى الله ورفع بيرفعله عمله الصالح معاني راقية لأبد الحدود معاني المصيبة للمؤمن دفع ورفع فقط والصنف الثالث دكتور الثالث الكفار ردع وقصم المجموع صار كشف دفع رفع ردع قصم غير المؤمن الله بيرحمه كيف بيعمل له انزار أخيه يسوق له مصيبة هذا غير المؤمن فإذا كان فهمه فهم ديني وقف أخطاؤه انتهت العملية معناها حققت هدفه فإذا كان ما انتبه بيجي القصم فصافي عندي خمس درجات كشف الأنبياء دفع للمؤمنين رفع لأجر ردع لغير المؤمنين قصم انهاؤه الآية تقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدا لأ حنفوت بموضوع دقيق انه الاسلوب الالهي لهداية الخلق خمس مراحل أو خمس أنواع أول نوع الهدى البياني انت مرتاح قاعد ببيتك أولادك أمامك زوجتك تروق لك ما عندك ولا مشكلة تسمع درس بالإذاعة تسمع خطبة بالجامع تقرأ كتاب علمي عن الدين بس هي مرحلة أولى الهدى البياني وانت بأعلى درجات الراحة والطيب والسعادة تطلع على قضية إسلامية نعم هي من الله عز وجل بسمع خطبة أحيانا يلهمك أن تشتري كتاب معين عجبك عنوانه تقرأ هذا الهدى البياني سيدي وانت ما عندك ولا مشكلة متمتع بالصحة التامة والعلاقة الزوجية الطيبة والأولاد الأبرار ما عندك ولا مشكلة الموقف الكامل من الهدى البياني أن تستجيب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وضع الآية الهدى البياني الموقف الكامل أن تستجيب فإن لم يستجب فإن لم يستجب الآن دخلنا مرحلة ثانية التأذيب التربوي ولا نذيق أنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فبما تاب بيخضع للإكرام الاستدراجي الإكرام الاستدراجي فتحنا عليهم أبوابه كل شيء دخل كبير ومكانة اجتماعية وسيارتين ثلاثة ومكانة كبيرة الموقف مفروض أن يشكر بالهدى البياني أن يستجيب بالتأذيب التربوي أن يتوب بالإكرام الاستدراجي أن يشكر لا تاب ولا استجاب ولا تاب ولا شكر سفي القصم حتى إذا فرحوا بما أتو أخذناهم بغدة وأرجو الله لإخوتنا المستمعين أن نبقى في المرتبة الأولى دعينا إلى الله فاستجبنا سمعنا حقيقة دينية رائعة فطبقنا استمعنا إلى خطبة متوازنة فتبعنا ما قاله الخطيب هذا الهدى البياني وإذا ما نجح الهدى البياني في عنا التأذيب التربوي الهدى البياني استجابة والتأذيب التربوي توبة والإكرام الاستدراجي شكر وآخر وحدة قصم فرجو الله سبحانه وتعالى ألا نصل مع الله إلى آخر مرحلة من يسير في طريق الله بهذه المعدرة دكتور يكون بعيدا عن الهم وعن الحزن أبدا بالعكس إذا قال الله عز وجل فلنحينه حياة طيبة حياة طيبة إله يقول هذا الكلام هذه الحياة طيبة فوق الحزن فوق الهم فوق القلق فوق المصائب فوق أبدا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة هذه الحياة الطيبة زوال الكون أهون على الله من أن لا تحقق للمؤمن لماذا ربيط هنا لنحينه حياة طيبة بالإيمان وبالعمل الصالح ربيط أنه من عمله صالح قالت وجوده في الدنيا العمل الصالح نعم فإذا أدرك هذه الحقيقة وعمل أعمال صالحة حقق الهدف لكن ممكن أب نعم يستقبل ابنه آخر السنة معه جلاء ناجح نجاح متفوق نعم أخذ علامات تامة بمعظم المواد وفي شرح لأخلاقه العالية ممكن يضربه لأبنه مستحيلة ما في أب الأرب يعملها ابنك جاي آخر السنة معه جلاء أخذ علامات تامة وفي ثناء على أخلاقه بالعاكس بتضمه وبتقبله وبتعمله هدية نعم طيب من عمل عملا صالحا من عمل صالحا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنون وهو مؤمنون نعم أيام بيكون في عمل صالح هدفه والسمعة أيام بيكون مثلا قاعدين ناس في مجتمع في تبرعات لمشروع إسلامي فإذا لم يكن مؤمنا بالله لم ينفى العمل الصالح هنا طيب سؤالي الدقيق هنا دكتور آه بس عفوا تكون دقيق معك تفضل إذا لم يؤمن بالله وما لو ملتزم وقدم مبلغ ضخم ما أحسن عبد من مسلم أو كافر نعم هو هذا سؤالي إلا وقع أجره على الله لو كان كافر في الدنيا أو إلى آخرة يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تقوم بعمل صالح للبشر تعمل تأمين طبي أنت وزير مثلا نعم تأمين طبي لك في الدنيا مكافأة من الله بصرف النظر عن عقيدتك لو كان غير مؤمن وغير مسلم وغير محسن لله أعمل شيء للأيتام زي بعض يعني الناس اللي في الغرب دكتور يعمل الأيتام يعمل الحيوانات يأخذ أجره يأخذ أجره في الدنيا في الدنيا ما أحسن عبد نعم عبد من مسلم أو كافر نعم إلا وقع أجره على الله في الدنيا أو في الآخرة نعم بيجي قول ابن تيميه إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم الدنيا لها حسابات غير الأخرى إذن أذن المعيار في الدنيا هو العدل العدل أبدا وليس الإيمان هنا لا لا العدل فالعدل ولو كان مع الكفر هو خير من إيمان مع الظلم جميل لكن الأرقى أن يكون عدل وإيمان طبعا كما كانت الدولة الإسلامية في وقت النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فسادت كل لهم كلام جميل لسأذنك دكتورنا نتوقف مع فاصل قصير وثما نعود نحن وياك ومستمعين الأكارم لنكمل هذا اللقاء الإيماني وحديثنا متواصل مستمعين عن الهم وعن الحزن ذلك الأمر الذي يؤرق كثيرا منه حياكم الله ومستمعين الأكارم من جديد نعود نحن وإياكم عبر أثير ذاعتكم حياة فهم لنكمل مجلس العلمي هذا وحديثنا مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب نابلسي نفع الله بكم يا شيخنا وأستاذنا وحديثنا تحت عنوان الهم والحزن في الحديث الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الهم والحزن هو جندي من جنود الله عز وجل هل لنا أن أوضح المقصود لذلك دكتور لكن قبل أن أوضح ذلك أريد أن أغطي حالي تصيب الإنسان إذا ذهب إلى أوروبا أو أمريكا بلاقي كفر وإباحية والمعاصي كلها محققة واجمعها عايشين براحة كبيرة نعم وباستقرار وبدخل فلكي صحي هذه حالة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدا هذه حقيقة قرآنية لما الإنسان يعرض عن سماع الحق كليا ويثقن دنياه فيقطف ثمن إتقان دنياه عطاءا ودخلا كبيرا ومكانة عالية فالإيجابيات في العالم الغربي إيجابيات أساسة إسلامية عطوا للناس حقوقه سوى تأمين صحي سوى تعويض عمل سوى مثلا تكافؤ فرص سوى أشياء جيدة جدا بدافع ذكائهم هذا يقودنا إلى حقيقة دقيقة جدا أن العمل العبادي يلتقي مع العمل الذكي في النتائج ويختلفان في البواعس فكل إيجابيات الغرب إسلامية دون أن يشعروا أعطينا الفرد حريته أعطينا مثلا تعويض عمل كبير يعني كثير في قصص بسمعة الحقيقة رائعة جدا صحيح هم استخدموا ذكاءهم فإما العمل الذكي يلتقي مع العمل العبادي في النتائج وكل الميزات التي يحظى بها الغرب اليوم لها مرد في تاريخنا الإسلامي كل إيجابيات الغرب إسلامية دون أن يشعروا جميل لا لأنهم يعبدون الله لأنهم يعبدون الدولار من دون الله أن تعبد الدولار ينبغي أن تقيم تكافؤ فرص ينبغي أن تقيم خصائص في المجتمع يعني صاروا دكتور في سنن الكون فكثامه الله لهذه طيب أعود معك دكتورنا لسؤالنا هل الهم والغم هو جندي من جنود الله كيف يمكن لنا أن نفهم هذا النص يعني إنسان إيام ما بيكون في عنده أي سبب للقلق بس عنده قبض هي المعيشة الضنك أحد أنواع المعيشة الضنك ليس الفقر وليس المرض إطلاقا ضيق القلب لما أنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة في إنسان سأل عالم كبير قديما ما باله الأغنياء والأقوياء وين معيشة الضنك اللي بيده كل شيء يعني فيه يأكل أفضل أنواع الأكل بالعالم كنت بغينيا حاكم غينيا بيجي الأكل من مطعم مكسيم من باريس بالطائرة يومية فيأكل أفخر أكل في العالم وساكن بأجمل قصر في العالم ومع ذلك معيشة ضنك لأنه ناقص أن يتصل بالله عز وجل ويقيم منهج الله في الأرض فلما غفل عن هذه الحقيقة أصبحت حياته لا تطاق أنه في حالي اسمها السأم والضجر وكلامي شوي دقيق أنت كإنسان مصمم أصلا لمعرفة الله إذن عندك نفس طبيعتها لا نهائية ما الذي يسعدها الهدف اللانهائي وهو الله ما دام الهدف هو الله أنت أسعد الناس فإذا كان نفسك لا نهائية واخترت أنت هدف نهائي محدود وبلغته شعرت بتفاهته وأنت فيه هاي حالي واضحة جدا يشوف غني بعيد عن الدين حياته مملة أكل بأطيب الطعام وسافر لمعظم البلاد وركب طائرات واستمتع بالفناديق يقول لك ما فيه شيء ديني هاي حالي تصيب الأغنياء إذا بلغوا أهدافهم أو الأقوياء إذا بلغوا أهدافهم أما المؤمن أنه هو اختار الله الله لا نهائي فمن هو الشاب الذي له هدف أكبر منه بس كلام مهم بالتسعة وتسعين شاب هدفه أكبر منه أما كان هدفه أظهر منه وبلغه تهي ساعاته بس هي حياته مملة رتيبة يومية فالحل أنه إنسان دائما يكون لديه أهداف وطموحات وهذا حتى في الدين دائما يحاول أن يصل إذا كان هدفه الله شاب في التسعة وتسعين كلامي دقيق شاب أنا أقول الشباب مو سن مو عمر الزمني أبدا الشباب إنسان هدفه أكبر منه بكتير بسعة يعني الحقيقة المؤمن أدما أدما عاش إيمانه خلا أسعد الناس نعم بده يقدم شيء لأ الله عز وجل والله أنا زرت واحد قال لي يا عمو أنا عمري سبعة وتسعين سنة هو والد صديقي درقت بابه بالعيد قلت له الأخ محمد هون قال لا والله مو هون يا أبني بيطلع أنه عندك شيء خمس دائق قلت له إيه دخلت له بيته بالعيد جب لي ضيافة قال لي يا عمو أنا عمري سبعة وتسعين سنة نشاء الله عملنا مبارح تحليل دم كامل طلع كله طبيعي كله طبيعي نشاء الله قال لي بس هأل لك أنا والله يا عمو ما بعرف الحرام بحياتي لا حرام النساء ولا حرام المال أنا ربط طيبي يتمتع بصحة تامة بالسبعة وتسعين ولا مشكلة صحية عنده قال لي بس أنا ما بعرف الحرام بحياتي لا حرام المال ولا حرام النساء عندنا كان شيخ بالشام اسمه شيخ عيد السفر جلاني كمان عاش سبعة وتسعين سنة كان منتصب القامة حد البصر مرهف السمع أسنانه في ثمه فكان من حوله يسألونه يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قويا ما المقصود حفظناها في الصغر فقط حفظناها من حرمات الله والأفيد أن أخذ بالأسباب الدنيوية من الحرمات ما زنى ما كذب ما سرق مدام حفظ أمر الله في الصغر يحفظ الله له صحته والحديث واضح يحفظ الله يحفظك تمام تمام حتى في هيك نص حقول أنا أثر حتى أكون دقيق بكلامي من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت ما في خراف يعني من تعلم القرآن المقصود حفظ القرآن أن تدرس القرآن بس تفسيرها نحن في عنا قاعدة بالجسم العضو الذي لا يعمل يضمر الدليل لو أنه إنسان لا سمحه كسرة هدو وجب صنى وثلاثة شهور بيروح اللحم كله بالدوب فالعضو الذي لا يعمل يضمر شوف هلأ المسلم بيصلي هلأ الفجر ركعتين في بكل ركع قراءة في سورة بعد الفاتحة هذا نشاط فكري هلأ ركع رفع سجد أول سجلة الثانية الصلاة وحدها فيها نشاط فكري وكل ما كان فيه نشاط فكري الدماغ ينشط تتوسع الأوعية بالدماغ أذكر مرة جاء طبيب لمرأة مسنة وهي وضع الصحي ثعبان كتير أهل الطبيب لأهل هذه المرأة حاكوها أنا والله ما فهمت علي شو علاقة الحكي في معا خسرة بالدماغ شو علاقة الحكي قال لي الحكي بنشط الدماغ أنا فهمت فهم أعماق لما أنت عم تصلي خمس أوقات دخل المغرب المغرب تترك عاد تنتين فيهم قراءة التالتي ما فيها قراءة دخل العشاء أربع ركعات إجا الفجر ركعتين أي إنسان بيصلي في نشاط ذهني دائم سبحان الله هذا النشاط الزهني هو صياني للدماغ سبحان الله صياني سبحان الله حتى في رأي تاني جميل أنه واحد سأل طبيب إذا الإنسان ما مات ولا بمرض شنون بيموت لا أجته جلطة على الطلب ولا فشل كلوي ولا تشمع كبد ولا 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 شنون بيموت فكان الجواب يموت بتصلب الشرائي ما هو التصلب لما القلب بيمبض الشريان بتوسع مرين شو عنا مرين مثل مطاطة يعني بتشدها بترجع فلما القلب بيمبض بتوسع الشريان لما بتوسع وهو مرين بيرجع متما كان أمصر قلب تاني الشريان عملي إيذك على شريان هون في نبض بتلاقي فمعناها أنه في كل شريان معه مرونة فلما الإنسان بينام نوم مديد الفجر ما بيصليه تبطؤ حركة الدم بالأوعية فإذا بطأت حركة الدم في الأوعية شو في ذرات دهنية تترسب على جدار الشريان شرائيين فإذا كثرت هذه الذرات الدهنية على جدار الشريان بتصلب ما بقى يتجاوب مع القلب بتعب القلب بموت الإنسان القلب عم بينبض واضحة تماما دكتوري والشريان مرين سبحان الله عن نبض توسع الشريان لأنه مرين رجع أمصار قلب تاني أراح القلب فكل الشرايين تنبض مع القلب وهي واضحة تماما هلأ لما الشريان بينام نوم مديد 8 ساعات في السعبة بلا صبح بلا فجر بلا شيء آم الساعة شراء النوم المديد بنزل حركة القلب للـ 55 النبض الطبيعي 80 نبضة بالدقيقة بيصير نبض النائم 55 فقط لما صار 55 مش الدم بطيء جدا سبحان الله لما مشي بطيء ترسبت ذرات الدهن على الجدران لما ترسبت على الجدران أفقدته المرونة وبقى في مرونة أمتع بالقلب أما هو كل الشرايين قلوب أي شريان بالإنسان قلب آخر لأنه مرين نعم يتوسعه وينزل جميل فلما ترسبت الدهون تصلب فإذا واحد ما مات ولا مرض بيموت بالتصلب سبحان الله طيب دكتور كلام بغاية الروعة والجمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن نلوط بهذا الكلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير لماذا كان الخطاب للمؤمن وتفسير الحديث في ظل سياق لأنه مؤمن بالقضاء والقدر ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة المؤمن مؤمن بالقضاء والقدر المؤمن ما بيمرر المصيبة مرور عابير ما بيقول هذا هيك الحياة لا مو هيك الحياة ما بيقول القدر سخرة مني لا مو هذا القدر ما بيقول هذا مصاب مكتوب عليه من الأزر كله كلام مو صحيح أكتر تفسيرات غير المؤمن للمصائب غلط يعني وما يهلكنا إلا الدهر لهذا مدهر بدك الدهر يوم لك ويوم عليك هاي كلمة اركلة بقدمك الكلمة هاي بنت مسكينة ما نحظيت لا مو ما نحظيت إلى شيء غير صحيح سلوكها بس تعزي إنه ما نحظيت تعطي الحظ مفهوم آخر غير صحيح بالإسلام ما في حظ في توفيق إلهي وعدم توفيق طب هل إذا مثلا فتاة لم توفق للزواج لنفترض هل معناها لأنها أصابت خطأة لا لا بس ما تربطها بالحظ لا مش بالحظ ما تقول ما لحظ بس لحكمة من الله لا أبدا في حكمة هذا الجواب نعم الشيء الذي لا يعجبني في حياتي هناك حكمة بالغة 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 عرفها من عرفها وجهلها من جهلها وحينما يكشف الله للإنسان أي إنسان حقيقة ما ساقه له من متاعب في الدنيا يجب أن يقول الحمد لله رب العالمين يجب أن يذوبك الشمعة محبة لله على ما ساقه الله له في الدنيا جميل هذا القضاء الخدر جميل إحنا في آخر دقيقتين دكتور قول ربنا سبحانه وتعالى ويعني حثه لنا أن نكون من الذاكرين ألا بذكر الله تطمئن القلوب الحقيقة ذكر الله هي كلمة واسعة جدا 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 الصلاة ذكر تلاوة القرآن ذكر حضور مجلس علم ذكر سمع هالدرس بالإذاعة ذكر أي شيء ترتبط به بالحق بالله قراءة القرآن ذكر ذكر وباب للسعادة والاطمئنة وسماع القراءة ذكر مساعدة الناس والعمل الصالح العمل الصالح وبحث بالفقه أريته ذكر لأله الله أكبر أي نشاط هدف أن تعرف الله أو أن تعرف دينك هو ذكر اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة إذن القلوب هي ملك للرحمن عز وجل ومن سار في طريق الله جعل الله السعادة نورا في قلبه أبدا أبدا في عنا جواب فردي وجماعي هذا الإسلام بيطبقه إنسان وحده من بين 8 مليارات بياخد كل سماره الفردية بس ليس جماعي يسعد بشكل فردي فردي أي أمة بتطبق هذا الدين تنتصر على أعدائها جميل وأقم أمر الله فيما تملك يكفي كما لا تملك الثاني إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم هذا الضعيف أنت نصرته أطعمته علمته آويته هذا لك مكافأة عند الله عز وجل من جنس عملك كما أنك نصرت من هو أضعف منك ينصرك على من هو أقوى منك الله أكبر أقسم لك بالله خلاص الأمة بهالحدي